بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين النور هو أهم العلامات التي يعرف بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة يعرفنا من نور المؤمنين أخرج الإمام أحمد والطبراني والحاكم بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأرفع رأسي فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم فقال رجل يا رسول الله فكيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك قال صلى الله عليه وسلم غر محجلون يعني وجوههم بيضاء وكذلك مواضع الوضوء شديدة البياض غر محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود وأعرفهم بنورهم الذي بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم صدقت يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين مع منة رب العالمين على المؤمنين بسعي النور بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة وهم يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير مع هذه المنة اللي جاء ذكرها وجاء ذكر هذا الدعاء النافع المبارك في كتاب الله الحكيم على لسان أهل الإيمان يوم القيامة ورده في سياق قول الله تعالى في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الآن هار يوم لا يخز الله يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أمر الله تعالى المؤمنين في سياق هذه الآيات بالتوبة النصوح دي بداية الآية بالتوبة النصوح من كل الذنوب واللي سمها توبة نصوح لأنها أولاً هتبدأ بالندم على ما كان منا وسمها توبة نصوح حتى تبغض أو يبغض الإنسان الذنب كما أحببه في يوم من الأيام توبة نصوح لأنها تنتهي بصاحبها إلى العمل الصالح وإلى طاعة الله تعالى توبة نصوح حتى تظل تذكر القلب بعدها بعد ما تاب وعد إلى الله وتنصحه بألا يعود إلى الذنوب مرة أخرى إذا تحقق أهل الإيمان وصدقوا في توبتهم فهي توبة نصوح توبة مرجوة فإن يكفر الله بها السيئات ويدخلهم الجنات في ذلك اليوم المهيب الشديد في ذلك اليوم المهيب الشديد في ذلك اليوم الذي يخز الله فيه الكافرين ولا يخز الله النبي والذين آمنوا معه لأنه حيجنبهم الزل والهوان بل إنه سبحانه وتعالى يكرمهم ويعزهم إكراما يعني يكرم أمة النبي عليه الصلاة والسلام إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنهم لما اتبعوه وصاحبوه في الدنيا على الإيمان كان الإكرام والفوز جزاءهم في الآخرة على ما قدموا في حياتهم الدنيا من الإحسان من الإيمان والترقي في مقامات الإيمان إلى درجات الإحسان وزيادة حلهم بقى يومئذ يعني حلهم يوم القيام المؤمنين دول إلا آمنوا بالنبي الخاتم وبما أرسل به من عند ربه وطبأوا دا في حياتهم وكانوا ملازمين لتوبة ربهم حلهم يوم الإيامة كما قال الله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يعني نور إيمانهم ونور طاعتهم يضيء ويمشي بين أيديهم كأن النور كده بيسبقهم كلما يتضوا يتحركوا في مكان يوم القيامة اللهم جعلنا منهم النور بتاعهم سبئهم يهديهم وينير لهم الطرقات في ظل زحام رهيب شديد وشدائد وأهوال القيامة يطمئنهم ذلك النور يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم السعي عن المشي السريع القوي بيقدهم هذا النور وفيه إشارة حتة أنه ينصف النور بالسعي إشارة إلى كمال اللمعان من قوة حركة الضوء قوة وكمال اللمعان والضياء والتشريف للمؤمنين يوم القيامة هذا النور تكون النور ده لكل فرد يوم القيامة من المؤمنين بيكون على قدر أعمال المؤمنين يعني هو على قدر نور الأعمال اللي كانوا بيعملوها في الدنيا الجزاء من جنس العمل ورد وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم ذكر بن مسعود وقال يعني أنهم يأتون أو يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط النور بتاعك بيبقى معاك نور أهل الإيمان فبيقول يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة وأدناهم نورا من نوره على إبهام قدر بسيط جدا يطفأ مرة ويوقد أخرى إذن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم لكن قوة النور على حسب قوة الأعمال في الدنيا وده الوصف اللي أتى بيه سيدنا بن مسعود لنور المؤمنين إنما هو مما تعلمه ابن مسعود من النبي عليه الصلاة والسلام لأن حكم هذا الخبر الذي جاء به ابن مسعود أنه خبر مرفوع إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو من قوله عليه الصلاة والسلام لأنه ده إخبار عن أمور غيبية ابن مسعود رضي الله عنه لن يصل إلى ذلك إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا الخبر من قبيل إعلامنا ببعض الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا من خلال تعليم حضرته صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام فكل إنسان منه نوره على قدر عمله كل مؤمن نوره على قدر أعماله في حياته الدنيا والمراطب والتفاوت في قدر النور وحجم النور وسعي النور يوم الإيامة على قدر سعينا في الأعمال الصالحة في حياتنا الدنيا قال تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الأيدي جمع يد وهنا التعبير ده يقولك بين يديه يعني عايز يقولك قدامه أمامه فإذا قلت بين يدي يعني أمامي الشيء الذي أمامي والأيمان جمع يمين والأيمان جمع يمين واليمين المقابل بتاعه الشمال يعني النور بيسعى جهة أيمانهم وشمائلهم أو عن جميع الجهات لكن تخصيص الأيدي والأيمان إن النور هنا يذكر بس دول مش معناها إنه منعدم في الباقي لا هو موجود بيحيط بهم النور من كل مكان لكن خص الأيدي والأيمان بالذكر هنا لإن أرباب السعادة حيخض الصحائف أعمالهم باليد اليمنى ومن جهة اليمين كما إن أهل الشقاوة بيؤتون من شمائلهم ومن وراء ظهورهم أما نور المؤمنين هو قائدهم يأتيهم من بين أيديهم وبأيمانهم وهو قائدهم على الصراط حتى دخول الجنة والنور ذلك زينة المؤمنين والتشريف العظيم لأهل الله يوم القيامة وفي أجواء هذا التشريف العظيم للمؤمنين في ذلك اليوم الرهيب الذي من شدائده يشيب الولدان وترى الناس فيه سكارة من هول الأحداث وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد في رهبة هذا الموقف شوف بقى اللطف ولطائث الله بالمؤمنين في رهبة هذا الموقف ألهم الله أهل الإيمان الدعاء الصالح فيسألوا ربهم ويقولون كما أخبرنا القرآن الكريم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا اللهم اجعلنا منه اللهم اجعلنا منه اللهم اجعلنا من الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانه اللهم آمين أجمعين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يا متولي أمورنا أدم لنا نورنا ولا تطفئه عنا اجعل نورنا مستمرا دائما مشرقا بين أيدينا وبأيماننا في هذا اليوم العصيب ربنا أجب الدعاء اجعل نورنا مستمرا اجعل نورنا دليلنا نهتدي به حتى نصل إلى دار السلام ثم ألهم الله أهل الإيمان أن يسألوا أن يسألوه طلبا آخر بعدما سألوا تمام النور ودوامه سألوا ربهم في هذا المقام يوم القيامة ونورهم يسعى بين إيديهم مستمرين في الزكر ما هم وفقوا في الآخرة بناء على توفيقهم في الدنيا كما كانوا يدعون ربهم في دنياهم وفقوا في أخراهم إلى ذكر ربهم وإلى دعائه كما توجهوا إلى ربهم بعد أن سألوه تمام أنوارهم سألوه واغفر لنا إنك على كل شيء قدير موفقون دولوا توفأوا في الدنيا وكانوا أهل ذكر ودعاء وطاعة وانقطاع لله إذا أحبوا أحبوا لله وإذا أعطوا أعطوا لله وإذا منعوا منعوا لله أهل الله وفقوا في أخراهم كما كانوا أهل توفيق في دنياهم سألوا ربهم أن يستر عليهم ذنوبه ولا يفضحهم بعقوبتهم على هذه الذنوب حين الحساب وتوسلوا عشان يعلمونا وتوسلوا باسمه القدير واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يعني سبحان الله العظيم سألوا ربنا إنك على إتمام نورنا وغفران ذنوبنا وعلى كل ما نرجو منك ونطمع ونطمح أنت قدير أنت قدير فاللهم أجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إلهام المؤمنين هذا الدعاء الكريم يوم الفزع الأكبر اليوم اللي حتعقد فيه الألسن عن الكلام من هول ما يرون اليوم اللي تسقط القلوب فيه فزعا وخوفا إلا أهل الإيمان خفهم خف رهبة مش خوف توقع سوء خف خشية إلهمهم بهذا الدعاء في هذا المقام هو علامة على إجابة دعائهم وقبول رجائهم فما يلهم الله المؤمنين والمؤمنات بأي دعاء إلا وقد جرى قدره بأنه يستجيب أو سيستجيب هذا الدعاء منه فلما يلهمه بهذا الدعاء معنى أنه الإجابة تمت والعبد عليه أنه يسأل ربه عز وجل أنه يتم عليه نوره ويسبغه عليه في دنياه حتى يتم له كمال النور على الصراط يوم القيامة ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسأل ربه تبارك وتعالى أنه يرزقه نورا ويرزق نور في جميع أجزاء جسده الشريف صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكن يسأل الله النور الدائم في كل ذرة من أجزاء جسده ليكمل له العلم والمعارف والهدي لأن النور يهدي صاحبه إلى ما يرضي المولى سبحانه وتعالى يهديه في الدنيا ويهديه في الآخرة على الصراط ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسن فقد كان يدعو فيقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا وأعظم لي نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا اللهم آمين اشتركوا في القناة